موسيقى أهلا بكم في عالم الطاقة نتحدث هذا الأسبوع عن قطاع النفط في السودان فرغم خسرته للقسم الأكبر من ثروته النفطية مع انفصال الجنوب يبقى السودان بلدا منتجا للنفط وهو بأمس الحاجة للإرادات النفطية إن كانت ناتجة عن إنتاج النفط من أراضيه أو مرور نفط الجنوب عبرها نناقش وضع القطاع النفطي السوداني حاليا خطة تطويره إرادات نقل وتصدير نفط الجنوب والبحث عن بداء لها لإنقاذ الاقتصاد السوداني المتهاوي السودان ودوامة النفط موضوع حلقة اليوم من عالم الطاقة بعد انفصال الجنوب عام 2011 خسر السودان نحو 75% من ثروته النفط فالقسم الأكبر من احتياط وإنتاج النفط موجود في جنوب السودان وبحسب بي بي يمتلك السودان احتياطيا نفطيا مؤكدا يبلغ مليار ونصف المليار برميل من الاحتياطات يقابله ثلاثة مليار ونصف المليار برميل من الاحتياطات المثبتة في جنوب السودان كما في 2013 ويقدر انتاج النفط في السودان بنحو 130 ألف برميل يوميا ويتمح السودان لزيادة انتاجه من النفط لكن القطاع يواجه تحديات كثيرة أبرزها تقادم الحقول وتراجع انتاجها ويتحصل السودان على إرادات مرتبطة بإنتاج النفط في الجنوب أيضا لأن جنوب السودان يحتاج للأراضي السودانية والمرافق النفطية في الشمال لنقل وتصدير نفطه وبحسب صندوق النقد الدولي كان من المتوقع أن يحصل السودان على مليار واربعمائة وعشرين مليون دولار عام 2014 مقابل نقل وتصدير نفط الجنوب عبر أراضيه إذا لم يتعرض إنتاج وتصدير النفط من الجنوب إلى أي انقطاع أو تعثر يشار إلى أن السودان يفترض أن يحصل على أكثر من ثلاثة مليارات دولار حتى عام 2017 من جنوب السودان كتعويد عن خسارته ثلاثة أربع إراداته النفطية عقب انفصال الجنوب كما أن السودان توصل عام 2014 إلى اتفاقية مع شركة بيترو دار التي تضم عدة شركات نفطية عاملة في جنوب السودان تقضي هذه الاتفاقية بدفع مبلغ ثلاثمائة وستة وستين مليون دولار سنويا لحكومة السودان تنفذ من يونيو 2013 موعد بدء تصدير نفط الجنوب عبر بورت سودان ولكن كل هذه الإرادات تبقى مرتبطة بأوضاع إنتاج النفط في جنوب السودان وأحوال العلاقة بين الخرطوم وجوبة وبالتالي يتحتم على السودان إيجاد بدائل لإنقاذ اقتصاده المتهاوي نتابع عند انفصال جنوب السودان عن شماله تعالت الأصوات في الخرطوم للمطالبة بضرورة احتواء التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة فنفط الجنوب أصبح خالي دائرة الحسابات الاقتصادية في السودان ولم يبقى أمام الخرطوم سوى الاستفادة من عائدات مرور نفط الجنوب عبر أراضيها وبعد الانفصال فقد السودان 46% من إرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الأجنبي ودعا خبراء إلى إيجاد بدائلة لعائدات نفط الجنوب مثل دعم الانتاج المحلي من النفط وضعط النفقات وتسعى الخرطوم لجذب استثمارات نفطية جديدة لرفع انتاجها إلى 140 ألف برميل يومية نحن الآن بننتج قرابة 120 ألف برميل في اليوم بنعمل على أن نصل رغم يقارب 140 ألف برميل بنحاية هذا العام ويعاني السودان من توقف الانتاج في بعض الحقول المنتجة نتيجة للصراعات والحروب عدم الاستقرار ودائما هي النزاعات زي ما ذكرت أنت في غرب كردوفان ونزاعات أخرى في دارفور مش بسبب مشكلة دارفور إنما في نزاعات بين القبائل يعني فيما بينها حتى القبائل العربية هو أكبر مشكلة النزاع بين القبائل العربية فيما بينها حتى يعني دي طبعا بيخلق عدم الاستقرار وبعد ذلك كثير جدا بيحصل يعني بعض الحقول أو بعض الآبار بتكيف عن الانتاج وبالتالي الانتاج بيقيل وبيقيف ويتم تصدير نفط الجنوب من خلال أمبوب يمر عبر الأراضي السودانية إلى موالئ التصدير على البحر الأحمر ومقابل ذلك يتقاضى السودان رسما يقدر بنحو مليون دولار يومية ويرى عدد من المراقبين أن هذا المبلغ يسم بصورة كبيرة في توفير عملات أجنبية لاستراد السرع الاستراتيجية كالقمح والدواء إضافة إلى أنها تمثل موردا أساسيا في الموازنة من المؤكد الإقتصاد السوداني تأثر بانفصال جنوب السودان لفقدان حوالي 72% من إنتاج النفط حوالي أكثر من 300 ألف برميل في اليوم ولكن كممكن يكون الأسر أقل لو كان تم الاتفاق عقب الإنفصال المباشرة لاستمرار تصدير نفط الجنوب ولكن الخلافات التي كانت حدث في ذلك الوقت بين حكومة السودان وحكومة الجنوب السودان جعلت تعسر تصدير النفط عبر الأراضي السودانية ويعاني الاقتصاد السوداني من تدني قيمة عملته الوطنية منذ انفصال الجنوب بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ وفق تقارير حكومية 43% التقلب المستمر في عيدات النفط وإنتاجه يحتم إيجاد مصادر بديلة ربما تساهم في وضع حد لمشكلة الاقتصاد السوداني طريق التجاني سكاي ديوز عربية الخرطوم نفتح ملف النفط السوداني ودوره في اقتصاد السودان ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا نتحدث هذا الأسبوع عن نفط السودان وينضم إلينا مباشرة من الخرطوم وزير الدولة لشؤون النفط في السودان حاتم أبو القاسم معلي الوزير أهلا بك في عالم الطاقة طبعا بداية قبل أن ندخل في تفاصيل أوضاع القطاع النفطي والخطط والعلاقة مع جنوب السودان أود أن أعرف منك آخر تحديث لمستوى إنتاج النفط في السودان حاليا طيب بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أنا شاكر جدا لقناة سكاي نيوز اهتمام بقضايا السودان وغضايا النفط ومعروف أنه النفط واحد من المقاومات الأساسية لإقتصاد أي دولة فلذلك نحن شاكرين جدا لقناة سكاي نيوز لإهتمام بهذا الملف ونحن بنأكد أنه نحن في السودان في إدارة ملف النفط وفي وزارة النفط مهتمين جدا بكل الغضايا الخاصة بالنفط والإنتاج في السودان الآن بعد الانفصال يتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف برميل في اليوم من مناطق من ثلاثة مربعات مختلفة مربع شركة جيلاتر نايل وشركة ستار أويل وشركة بيترو إنرجي وذلك ثلاثة مربعات هي منتجة للبترول في السودان نعم قبل أن نتابع معالي الوزير أود أن نستعرض سويا بعض التعليقات التي أتتنا على قنوات التواصل الاجتماعي كنا قد سألنا بعض الأسئلة المرتبطة بهذا الملف بداية سألنا هل أنت راد عن إدارة الحكومة لملف النفط في السودان ولماذا جاءتنا مجموعة من التعليقات اخترنا بعضا منها محمد صديق يقول أنه غير راد عن السياسة النفطية السودانية بسبب انعدام الشفافية وعدم وجود خطط متكاملة للنهوض بالبلاد في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية محمد إبراهيم أحمد يقول السودان يجب أن لا يعتمد على النفط كليا وأن يستخدم عائدات للبترول وقت الأزمات فقط لأنه دولة زراعية ويجب أن يستفيد من موارده الطبيعية محمد هاشم أيضا يقول إنه غير راد عن السياسة النفطية للسودان ويتساءل هل بقي في السودان نفط سؤال آخر كان ما هي البدائل التي يمكن أن يلجأ إليها السودان لتعويد التراجع في إراداته النفطية وتقليل الاعتماد على رسوم نقل نفط الجنوب عادل محمد يقول يجب أن يدع السودان خطة تموحة للنهضة في مدة أقصاها 12 عاما مع الاهتمام بالموارد البشرية دلال نادي تقول يجب القضاء على النزاعات والحروب وإعادة تجديد المصافي القديمة وبناء أخرى جديدة محمد عبد السودان يقول سودان سلة الغذاء العربي ويجب أن يطور هذه الميزة بالإضافة إلى وجود المعادن بكثرة وتطوير قطاع السناء سيد حاتم طبعا هذه التعليقات تفتح الباب أمام مجموعة من الأسئلة إذا صح التعبير بداية كيف تعلق أو ترد على المواطنين الذين يعتبرون أن يقولون أنهم غير راضين عن تعاطي الحكومة مع ملف النفط في السودان طيب أسم الله الرحمن الرحيم أنا أفتكر أن الحكومة يعني تعاطت مع ملف النفط تعاطي كان فيه جدية كبيرة جدا والدليل أنه في أقل من 15 سنة السودان كان بيتمتع بإنتاج من النفط المرة واحد وبيتمتع بأطول خطوط بتاعة أنابيب اللي نقل النفط في منطقة تمكن تكون أفريقيا كلها والعالم العربي والسودان كذلك بيتمتع بعدد من مواني الصادر والسودان كذلك بيتمتع بيتمتع كذلك بعدد كبير جدا من المضخات على انتداد خطوط الأنابيب والسودان الآن بيتمتع بعدد أربعة مصافي وثلاثة مصافي منها تعمل بكفاءة عالية جدا وفي مصفى لعدم عدام الخامة المناسب بالنسبة له كان متوقفا لها مصفى المرصد أنا أفتكر أن السودان بنت رسالة قوية جدا السيد حاتم طبعا الكثيرون تساءلوا مع انفصال الجنوب طبعا نحن نعلم أن القسم الأكبر من النفط موجود في الجنوب السودان خسيرة كثيرة من ثروته النفطية ولكن ما هو وضع الثروة النفطية حاليا في السودان يعني وزير النفط كان قد قال في وقت سابق ربما نشهد تغييرا في خارطة النفط في السودان هناك توقعات تشير إلى وجود احتياطي أكثر مما كان متوقعا في السابق هل هناك استكشافات جديدة هل هناك خطط لجذب استثمارات أجنبية للتنقيب في مناطق جديدة في السودان طيب نحن بالنسبة لنا فعلا بعد انفصال الجنوب بيكون في 25% من المصادر حقة النفط 75% مصادر النفط هي أصبحت تقع جنوبا لكن البنية التحتية الكبيرة اللي هي الخطوط العنابيب كلها أصبحت شمالا ولعل هذا واحدة من الأسباب ولعل هذا واحدة من الحياة الأساسية اللي نفتكر أنها واحدة من تقدير الله سبحانه وتعالى أنه يربط الشعبين ببعض يربط شعب الجنوب وشعب الشمال مع بعض بخطوط الأنابيب الممتدة اللي أصبحت كشريان حياة بالنسبة للطرفين نحن في شمال السودان زي ما عارفها أخت الكريمة نحن الاكتشافات في الجنوب هي حققة الحكومة الآن الموجودة في الخرطوم وهي قادرة أنها تعمل نفس الاكتشافات في الشمال نحن الآن في الشمال عندنا اكتشافات وعندنا اكتشافات جديدة في مناطق مختلفة نحن الآن كانت الانتاج حقا من شركة جيرتار نايل اللي هو في بلوك 2N4 اثنين واربعة وبلوك سيكس نحن الآن عملنا انتاج جديد في مربع 17 وهو مربع من المربعات الجديدة فيه هو انتاج ماشي كويس وإضافة أنه هو أضاف للمخزون الاستراتيجي بتاع السودان إضافة جديدة عندنا مربعات مثل مربع 7 اللي هو مربع كان يتبع على شركة بيترودار وده الآن مربع واعد ونحن برضو هنعمل فيه شغل كبير جدا إن شاء الله وكذلك عندنا مربع 8 وده مربع غني جدا بالغاز وده كله سيحصل فيه اكتشافات ونحن نضيف به وحنعمل نقلة كبيرة جدا في الانتاج بتاع النفط وكذلك في انتاج الغاز كيف تصف العلاقة بين الخرطوم وجوبة حاليا بالتركيز على ملف النفط بالتحديد طيب يعني الحمد لله العلاقة بين الشمال بين دولة السودان ودولة جنوب السودان علاقة الآن علاقة يسود الوفاق التام ويسود الودة التام ويمكن أنا أذكر حاجة حصلت في اجتماع مجلس الوزراء الآخر رئيس الجمهورية ذكر لنا في جنوب السودان أننا الآن شعب واحد لكن دولتين وطلب مننا أن نقدم كل المساعدات الممكنة واللازم الأخوان في جنوب السودان وده شيء الآن الحاصل والآن أخواننا في جنوب السودان كل البترول حقهم المنتج في الجنوب كله بيرحل عبر الخطوط حقة الأنابيب التابعة لدولة السودان وبيصدر عبر المواني التابعة لحكومة السودان وبيمشي للصادر وبيعوا عائد الصادر بيرجع عليهم وأخواننا في الجنوب ملتزمين معنا كذلك برضو في التثاماتهم المالية كل الشيء بيصدر المبالغ البتج من عائد الصادر برضو هون بيتفعول المبالغ حقتنا مباشرة أكثر من كذلك طلبوا مننا أخواننا في الجنوب أي مساعدات في عمل النفط سواء كان إمداد حتى الآن نحن في جزء من الجازولين وفي جزء من الإمداد اللي يحتاجون له وأخواننا في الجنوب هو الآن بيطلع لهم من الشمال وبيطلع من المصافي حقتنا ونحن بنودي لهم وده كله لأنه نحن زي ما ذكر الأخ الرئيس نحن شعبين شعب واحد لكن أصبحنا دولتين بخيارنا جميعا طيب السيد حاتم لذلك التعاوم ممتد بيننا جدا وهيمتد هذه الإرادات النفطية التي تأتي من الجنوب ونتيجة لنقل نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية تبقى مرهونة باستمرار تدفق إنتاج النفط بشكل سلس في الجنوب دون أي تعثر وتبقى مرهونة أيضا باستمرار هذه العلاقة التي تصفها الآن بأنها جيدة في الوقت الحالي هل يبحث السودان عن بدائل لتعويض أي تراجع في إرادات النفط وعن تعويض دور النفط في الاقتصاد خصوصا بعد خسارة قسم كبير من الثروة النفطية بعد انفصال الجنوب هل هناك بدائل يعمل عليها السودان الآن بدائل اقتصادية حقيقة السودان بدأ العمل النفط أو بدأ صناعة النفط في 99 بداية جادة 99 بداية جادة هو كان أول صادر للنفط والسودان أصلا فعلا بلد زراعي وبلد عنده موارد ضخمة جدا يعني الآن العائدات بالنسبة لحكومة السودان من المعادن هو عائد ضخمة جدا وده كل عائد غط جزء كبير جدا من الفاقد في عائدات النفط وكذلك الزراعة نحن عائدات النفط ذاتة بيتم تسخيرها يعني بيتم تسخير عائدات النفط نحن نجيبها النفط بنوديها المصافي وبنطلع جازولين بنستخدمها في الزراعة عشان نحن نزيد به المنتج الزراعي بتاعنا نقدر نصدر المنتج الزراعي وده يجب لنا فنحن أصلا الاقتصاد حقنا ما هو كان معتمد على النفط فقط معتمد على مسارات مختلفة ومعتمد على الزراعة من جارب ونحبها للزراعية ونتمتع بأكبر رقعة زراعية وكذلك المعادن وكذلك الصناعة نحن من أكبر الدول التي تصنع السكر الآن فلذلك عندنا موارد مختلفة وكل الموارد دي عندها دور كبير جدا في الناتجة الغومة بتاع البلد من الخرطوم وزير الدولة لشؤون النفط في السودان حاتم أبو القاسم شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة قبل أن ننهي هذه الحلقة اخترنا لكم من عالم الطاقة معلومة حول احتياط النفط الاستراتيجي الاحتياط الاستراتيجي هو المخزون النفطي الذي يكفي احتياجات البلاد المستهلكة للنفط ومشتقاته لفترة تتراوح من 30 إلى 90 يوم في حالة تعرض الامدادات لأي نوع من المخاطر ففي العام 1975 سنة الكونغرس الأمريكي أول تشريع يلزم الحكومة الفدرالية بإنشاء مواقع لتخزين الخام بالإضافة إلى قيام الشركات العاملة في مجال الطاقة بتخزين كميات خاصة بها توازي في مجملها كميات المخزون الفدرالي وتكفي الاحتياطات الحالية في الولايات المتحدة فترة تصل إلى عشر سنوات ويمنع القانون الأمريكي تصدير هذه الاحتياطات إلى الخارج إلا في حالات استثنائية بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نلتقي الأسبوع المقبل مع قضية جديدة من عالم الطاقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة